اشتهر الإمام أحمد بن حنبل بغزارة علمه ذاع علمه دا كده وذاع أدئيه هو قوي في العلم وشتهر بذلك وهو لا يزال على قيد الحياة بل نقدر نقول إن علم من خلال قراءة الدقيقة لسيرة الإمام أحمد بن حنبل إن علم الإمام أحمد بالحديث والآثار ذاع انتشاره في كل مكان وهو حتى لا يزال شابا يتلقى العلم وبياخد عن الشيوخ علم الحديث حتى قال له شيخ الإمام الشافعي ودي في المناقب اللي وردت في سيرة الإمام أحمد بن حنبل الإمام الشافعي وهو أستاذه يقول الإمام أحمد بن حنبل أنت أعلم بالأخبار الصحاح منه فإذا كان الخبر صحيحا فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيا أو مصريا أو شاميا يعني الإمام أحمد بن حنبل بيقول له أيما كان طريق هذا الخبر أعلمني به وإنت بتقدر توصل لذلك لإنه تخصص الإمام أحمد بشدة في هذا المجال ونبدأ برضو نشوف مدى توضع الإمام الشافعي وهو أستاذ الإمام أحمد بن حنبل غير إن يعني الشافعي وجد من الإمام أحمد أنه تعمق يعني بشدة وأنه تفرغ للحديث الشريف وعلومه وهو ده اللي احنا بنسميه في المجال الأكاديمي العلمي بالتخصص الدقيق يعني هو تخصصا دقيقا في علوم الحديث سندا يعني في علم الرجال اللي هم الروا فلان روا عن فلان عن فلان سلسلة المريد عن شيخه وهكذا في نقل الرواية والبحث في هؤلاء الرجال من جهة العدل والضبط وغيرها من الشروط اللي وضعها علماء الحديث في قبول يعني سلسلة السند وكذلك تخصص الإمام أحمد في السند وفي المتن يعني نص الحديث يعني في ألفاظ الحديث في معاني الحديث الشريف الإمام الشافعي وإحنا بنتعلم من هؤلاء الكبار العظام الإمام الشافعي وشيخ الإمام أحمد بن حنبل يطلب من تلميذه الإمام أحمد إنه لو وصل إلى الحديث اللي صح سنده ومتنه يخبر بيه شيخه الإمام الشافعي ده دو الإمام الشافعي يعني هو يطلب ذلك من الإمام أحمد وإمام الشافعي له عمل كبير في الحديث الشريف وعلى وجه الخصوص في علوم الحديث الشريف لكن الشافعي الحقيقة كان بيجل الإمام أحمد وبيقدر فكره وبيقدر منهجه وبيقدر حفظه وضبطه للحديث الشريف وتتبعه للخبر بدقة فده كان شهادة كبيرة من الإمام الشافعي لتلميذه الإمام أحمد بن حنبل وده بيورينا مكانة الإمام أحمد بن حنبل حتى وسط شيوخي وتلاميذي والناس جميعا حتى قبل ما يقعد ويحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد مقعد الأستاذ ليعلم شهد له الجميع بذلك ومن هنا بنشوف مدى خدمة هؤلاء الأئمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي برضو عن الإمام الشافعي أنه قال في الإمام أحمد وهو بيوصف وصف اتنين من ضمنهم قال إن الإمام أحمد ما رأيته أعقل من أحمد بن حنبل وذكر آخر وذلك عشان يقول العقل ده دلال على ضبطه كذلك للمنهج اللي الإمام أحمد حطوا لنفسه مشي عليه في رحلته الكبيرة مع الحديث النبوي الشريف كمان ذكر المعاصرين للإمام أحمد بن حنبل اللي منهم علي بن المديني البصري علي بن المديني البصري ده من أكابر شيوخ البخاري ومن الأئمة في علم الحديث النبوي الشريف وكذلك في رواية الحديث وروى كمان عنه برغم أنه هم أقرأ يعني زماير روى عنه الإمام أحمد بن حنبل فكان يقول علي بن المديني ليس فينا ليس فينا أحفظ من أبي عبد الله بن حنبل يعني ليس في ما فيش حد فينا أشتر في حفظ الحديث من أحمد بن حنبل اللي هو أبو عبد الله سيدنا الإمام أحمد بن حنبل كان لي ولد اسمه عبد الله من ضمن أولاده وعبد الله أيضا من سلك نفس الطريق في مسألة رواية الحديث وروى عن والده كذلك وتتلمذ على يديه فيكن بأبو عبد الله أحمد بن حنبل هكذا يشهد له رفيقه ومعاصره علي بن المديني وهو إمام من الأئمة الكبار على مدى دقته في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الحقيقة كان الإمام أحمد بن حنبل بيمتاز بقوة حفظه وضبطه مش حفظه عادي حفظ متقن للحديث وضابط فيه الحديث بالضبط وده غير مدء الحفظ كان عند هذا السلف الصالح يشمل التدوين ويشمل الحفظ في الذاكرة وإن اختلفت أدوات التدوين من زمن إلى زمن لكن هذه الصورة في الحفظ موجودة من زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة والأجيال اللي جات بعد الصحابة التابعين وتابعي التابعين هكذا مشت سلسلة أو مشي الحديث الشريف هكذا في مرحلة طبيعية من عصر التأسيس ووجود هذا العلم الشريف الوحي الثاني السنة النبوية المطهرة في تطور بواكب في مسيرة الأدوات اللي كانت موجودة لحفظ العلم اللي كمان كانت بتتطور بالوقت لكن مع شح هذه الأدوات في زمن أو في العهد النبوي الشريف إلا أنه كان هناك حفظة وكان هناك كتب وإن كانوا قلة بين العرب وحفظ الإمام أحمد للحديث الشريف وقوته في الضبط دي يعني جات لنا أخبار كتير تضافرت الأخبار حول قوة حفظ من كتير من علماء عصره اللي شافوا الإمام أحمد وعاصروا ورافقوا الإمام أحمد بن حنبل بيقول نفسه بيحكي عن مسيرته في تعلم الحديث النبوي الشريفة بيقول كنت أذاكره وكيعا بحديث الثوري الإمام وكيع هو شيخه وشيخ كمان الإمام الشافعي فالإمام أحمد بيحكي يعني طبعا أنه هو الروايات الحديثية اللي رواها الإمام سفيان الثوري وسفيان الثوري دفقيه كوفي كبير من أهل العراق وإمام كبير من أئمة الحديث النبوي الشريف وواحد من تابعي التابعين ولد الحقيقة سفيان الثورية في الكوفة سنة 97 هجرية فكان الإمام أحمد بن حنبل بيذاكر الحديث اللي رواه سفيان الثوري عنده وكيع عليه رحمة الله وبيوصف الإمام أحمد بن حنبل أنه كان وكيع إذا صلى العشاء في المسجد خرج من المسجد إلى بيته أو إلى منزله وهو بيقول كنت أذاكره بقى يروح يبدو أنه كان عمله مجلس مخصص له مجلس خاص به فيذهب إلى وكيع ليذاكر عنده الحديث من رواية سفيان الثوري فبيقول فربما ذكر تسعة أحاديث أو العشرة حسب اللي بيتفتح عليه بقى بيها ساعتها من إعطاء ومذاكرته للحديث الشريف مع شيخه وكيع يقول له تسعة أحاديث حسب كل جلسة بقى مرة تسعة مرة عشرة فبيقول إن أمام أحمد فأحفظوها فإذا دخل قال لي أصحاب الحديث اللي هم بقى المتخصصين في ذلك الزمان من طلبة الحديث الشريف أملي علينا أملي علينا يعني ادينا الأحاديث اللي تعلمتها من وكيع أملي علينا فهو يقول إمام أحمد فأمليها عليهم فيكتبونها وده صورة من الصور اللي بتأكد حرص الإمام أحمد الدائم على تلقي الحديث الشريف سواء من العلماء المعاصرين سواء اللي عنده في العراق أو اللي خرج إليهم في بلدان أخرى كما رأينا في حلقات سابقة شهد في الحقيقة للإمام أحمد أغلب المعاصرين بقوة حفظه وضبطه فقد قيل لمعاصره أبي زرعة من رأيت من المشايخ والمحدثين أحفظ قال أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان أحفظ لأنه كان منقطع إلى العلم بصفة عام ما كانش بيضيع وقته وكان منقطع للحديث الشريف بصفة خاصة هو ملك للعلم حياته كلها بيرتبها عشان يتلقى الحديث النبو الشريف ويذا بيسافر الأصفار بتاعته يروح يمين وشمال عشان يتلقى العلم من المحدثين هو خصص حياته للعلم ما شغلش نفسه بشواغل الدنيا اللي بيتوه معاها الإنسان وتبقى الذاكرة تضعف من مزاحمة الذاكرة بالكثير والكثير من الأشياء التي تعتبر شواغل فتصرف القلب عن التركيز إنما كان الإمام أحمد بن حنبل كل تركيزه على هدفه وهو الحديث النبو الشريف وكان بسبب ذلك أنه ترك مؤلفات نفيسة بتصنف أغلب المؤلفات بتاعته إن إحنا نحطها لو إحنا بنقول موضوعها إيه الغالب فهي موضوعها الحديث الشريف حتى لو كان هناك كتب لها أسماء هي لا تدل بأسمائها على الحديث لكنها برضو إذا قرأت أو قرأت هذه الكتب هتجد إنها بتندرك تحت الحديث الشريف لأن الإمام أحمد اعتمد في منهجه على إنه على الكتاب وعلى السنة وإنه هو بينطلق منهما لأي موضوع يتحدث فيه والحقيقة إنه أغلب ما كتب بيعتمد أكثر ما يعتمد على الأحاديث النبوية الشريفة بتأخذ كتب الإمام أو مكتوبات الإمام أحمد من الحديث الشريف المادة بتاعتها وبتنسج منها هذه الموضوعات والمؤلفات والحقيقة ما ورد بشأن كتب الإمام أحمد بن حنبل طبعا أشهر وأعظم كتاب للإمام أحمد هو كتاب المسند وهناك كتب إحنا وجدناها مطبوعة أو كما ذكر العلماء بإن فيه هناك له كتب مطبوعة في عالمنا وفيه كتب يعني في طبقات الحنابلة أشاروا إليها لكنها غير موجودة الآن يعني من الكتب بقى لموجودة كتاب الصلاة وذكر أهل التحقيق بأنه يعني كتاب صغير وكتاب كذلك في اسمه السنة وهو عبر عن زي أشبه برسالة صغيرة كتاب الورع كتاب الزهد وغيرها من الكتب التي يعني اطلع عليها السادة العلماء لكن أعظم هذه الكتب وأقواها واللي هي محل الشاهد بالنسبة لنا في هذه الحلقات اللي بنحاول من خلالها نرد هذه الهجمات على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك هذه الهجمات التي طالت علماء الأمة اللي خدموا الحديث النبوي الشريف بأنه من أعظم الكتب في تاريخ المكتبة الإسلامية كتاب المسند للإمام أحمد بن حمل وهو كتابه الشهير في الحديث النبوي الشريف لأن الإمام أحمد قعد يكتب هذا الكتاب ويجمع في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسند طول حياته وضمن في هذا المسند بين دفتي آلاف الأحاديث النبوية الشريفة وشفنا من خلال سيرة الإمام أحمد بن حمل كيف كانت أسفاره وجهده الصابر في طلب الحديث الشريف يسافر إلى كل محدث من أكابر أهل الحديث الشريف ما استطاع إلى ذلك السبيل عشان ياخد منهم الحديث النبوي الشريف خلي بالنا زمان ما كانتش وسائل انتقال سهلة ولا وسائل المعرفة ميسرة كان الواحد منهم يقدر من علماء أو من أهل التخصص في الحديث يسافر ممكن لبلد أخرى عشان يحصل على حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدرك هذه الأجيال الآن في هذا العصر الحديث يعني أن كل شيء سهل فيبقى أن نقرأ وندرس ونتعلم ونتبع هؤلاء الأكابر كانوا يتركون ديارهم وأهليهم ويسافروا شرقا وغربا ويتكبدوا التعب وشفنا الإمام أحمد بن حمل وصل إلى أنه اشتغل شيال عشان يوفر النفق حتى يصل إلى صنعاء إلى محدث صنعاء الكبير الإمام عبد الرزاق بن همام ليأخذ منه الحديث لأنه محدث كبير يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا بنقف في المحطات دي عشان نعرف جهد هؤلاء الأئمة الكبار ما يجيش شوية صبية يلعبوا بعقول الشباب ويقولوا فين السنة دي ده ما فيش حاجة اسمها سنة ده قعدوا يقلفوا السنة زي كلام المستشرقين أو كتبت وهم مش فاهمين يعني إيه التدوين الرسمي ويعني إيه التجميع اللي حصل ومش قادرين يميزوا بأنه في جيل عظيم اسمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ زمن التأسيس وأنا بيروق لي أن أنا أطلق على أنه زمن تأسيس ووجود الحديث الشريف هو زمن النبوة الشريف الوحي الثاني السنة النبوية المطهرة كيف كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهملوها أو أن لا يتعلموها أو أن لا يحفظوها في القلوب قبل الصدور وفي الصطور قبل أن يأتي مثل هؤلاء فيتهجم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النمط اللي فيه التطرف لا ديني لا ديني لأننا لما أفصل شطر التشريع لأن إحنا التشريع للقرآن والسنة أفصل أنا وأقول السنة ما فيش ده هو قرآن ده طريق عشان بعد كده أوصل أن أنا أطعن في القرآن ذاتي هؤلاء يصنعون ذلك ويقومون بذلك هؤلاء الأكابر كانوا يسافرون شرقا وغربا أئمة علماء المسلمين اللي ربنا سبحانه وتعالى وفأهم لذلك صيانة لسنة نبي صلى الله عليه وسلم يسافر عشان يوصل لحديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعه من الذي روى عن فلان عن فلان عشان يستوثق من النص اللي حيدونه واللي حيكتبه اشتهروا الحقيقة هؤلاء بالتحديث والرواية اللي هم الأئمة وده باب كبير جدا في علوم الحديث ورائق وماتع جدا الإنسان هو بيقرأ فيه بيحس بعظمة هؤلاء الأئمة الكرام والذين يعني شرفوا هذه الأمة بأعمالهم الزاخرة بصبرهم في طلب العلم بحرصهم على تلقي حديث رسول الله عيسى بإصرارهم على خدمة الحديث الشريف اللي الحقيقة هم كمان كانوا أئمة تلمزة بتروح لهم يتعلموا منهم وهم كأئمة علموا تلمزتهم ما كانوا يقصرون في خدمة الحديث النبوي الشريف ويسافرون إلى بلاد بعيدة ليعلموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقطع إليهم تلاميذ تلاميذهم ومريدنهم المسافات الطوال عشان يتعلموا منهم وده كان النهج الكريم ده هذا النهج الكريم في العلم والتعلم هو منهج الصحابة الكرام ومن بعدهم التابعين الأبرار وتابعي التابعين الأخيار كل جيل بيورس الجيل الذي يليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقومون بالتحديث يعني يروح حديث سدن رسول العيسى والسلام يقومون بالتحديث والرواية بأمانة عظيمة ودقة وضبط شديدين وفي رعاية ربانية دائمة وكيف لا وهو الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشريع الباقي والخالد إلى يوم الدين هؤلاء الأئمة الكرام من علماء المسلمين كانوا حملة لهذا الحديث الشريف كانوا حملة للحديث حفظة للحديث حراس بتوفيق الله تعالى لهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صيانة للوحي الثاني سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي والتي قال الله تعالى بشأنها مخاطب النبيه الكريم في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة الحكمة اللي هي إيه؟ الحكمة إنما هي السنة النبوية المتمثلة في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي وتقريرات النبي التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم هي مبينة من الله تعالى مبينة معنى ما أراد سبحانه وتعالى في كتابه وهي منزلة من الله سبحانه وتعالى على نبيه وقد نص القرآن الكريم على لزوم العمل بالسنة المطهرة في قول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم